وإنا لله وإنا إله رجعون عرفتم الدعاء هو العبادة من دعا غير الله تمزق وتلاشى وما بقي آدميا أبدا لأنه كون من مخلوق مربوب عاجز ضعيف غائب لا يسمع ولا يرسل إلان ويدعوه دعاء الله ويناديه بأعلى صوته أن يفعل وفعل على الذين سمعوا هذه المسألة أن يبلغواها وخاصة الظاهرين في ديارهم فإنها انتحار قال ولما لم تكن هذه الصفات لتتوفر لأحد سوى الله عز وجل بطل أن يدعى غير الله تعالى عقلا وشرعا من جهة العقل ما يسأل غير الله ومن جهة الشرع الله لم يأذلنا أن نسأل كائن مكان إلا من إخوانك يسمعون صوتك ويرون مكانك ويقضيون على إسعافك فأنت الآن أيها العقل تمر بفقير راصق فالأرض يمض يده لناك تقول من فضلك أعطيني عيب العبت لكن إذا سألت شخص بيده ما لابت عطشان فلان أسقني ماء من هو على شرط يكون يسمعك ويقدر على أن يأتي بالماء ويسقيك أما إذا كان ما يسمعك تنادي من وإذا كان يسمعه لكن لا يستطيع عاجد ما يقوى على المشي تقول جيب لي ما واسقني عبت هذا باطل وهكذا معاشر المستمعين أو المستمعات الدعاء والعبادة فمن سأل غير الله أشرك وتمزق أو ما تعرفون التمزق والهلاك إليكم ما قال تعالى من صورة الحي ومن يشرك بالله فكأنما فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان زحي قولوا صدق الله هذا بعض آية وإلى لا من صورة الحج أعيدها ومن يشرك بالله كيف يشرك بالله يدعو مع الله غيره يرهب ويخاف غير الله يركع ويسجد لغير الله ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ما تعرفون الخرور من السماء السقوط وإلى لا فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان زحي واضح هذا ولا أو ما نفهم أعرفتم ما نشرت جريمة كيف جزاه صاحبي كأنما سقط من علياء السماء قبل أن يصل إلى الأرض تلقته العقبان والبازات ومزقه فإن سلم من العقبان والبازات والطير الكاثر أريح رمته في أقصى الدنيا ما يعطر عليه أبدا لا إله إلا الله هذا قرآن وإلى لا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير قراءة سبريا فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيح أبعد هذا نقول في الشرك إيش فيه يقول إن إيش فيه توسل هو ينتحر أمامه يتوسل قال قال تعالى من صورة الجن في الدعاء وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا تسمعون نداهم يا راعي الحمراء يا مولى بغدال يا سيدي عبد القادر يا كذا بينه بينه أكثر من عشر آلاف كيلوميتر وألف سنة ويدعوه هذا عقل وإلا جنون وإلا مرض الزمان قلنا ألف سنة بيننا وبين عبد القادر والمسافة عشر آلاف كيلوميتر حتى لو كان حي يسمعك يقدر على أن يسعفك ويومدك فهمتم معنى قول ربنا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا أدخل المساجد التي فيها أضرح في العالم الإسلامي واسمع وتسمع من يدعوها ويستغيث بها ويناديها وأهل القرآن جالسون يقارون القرآن وأخوهم ينتحر أمامهم ما هناك من يقول يا عبد الله اتق الله تتدعو ميتا ما لك قال وبهذا كان دعاء غير الله وسواء كان المدعو نبيا أو وليا كان شركا محرما وكان من يدعو غير الله تعالى من عبادي مشركا كافرا ظالما جاهلا أو معاندا مكافرا من يرد علي تفضلوا أيها المستمعون قولوا الذي يدعو غير الله ما هو بمشرك هذا تكذبون ربكم ثم دعنا من هذا نقول فقط هل أنت إذا دعوت غائب يعتبوا دعاك واقع موقعه ما يسمعك ولا يراك ولا يعف عن حالك وهو أعجز منك مات وانتقل إلى ربه إما سعيدا وإما شقيا كيف يقضي حاجتك يقوم يدعو الله لك أنت ضد الله ما تدعو الله والميت يدعو لك أعجب هذا هذا مرض عظيم أنت ما تسأل الله ولا تضرع له ولا تطرح بين يديه ولا تسأل الطول ياسد إفلان أنت اسأل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إذن قال وبهذا كان دعاء غير الله وسواء كان المدعو نبيا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك شركا محرما وكان من يدعو غير الله تعالى من عباده مشركا كافرا ظالما جاهلا أو معاندا مكابرا إذ فيه من يعرف أن عبد القادة ما يستجيب ولكن يعاند ويكابر أدعوه ثانيا لاشتغاثة العبادة الأولى من أعمال الجوارح الدعاء لأنه عمل باللسان لاستغاثة مثله ما هي الاستغاثة؟ هي طلب الغوث والغياث وهو ما يغاث به المضطر ويعان به من طعام أو شراب أو نصر وتأييد أو خلاص من شدة أو إنقاذ من محنة والاستغاثة من جنس الدعاء فمن لا يدعى لفقره وعدم قدرتي وجهلي بحال الداعي وعدم سماع دعائه وعدم معرفة مكانه وحاله لا يستغاث به كذلك الذي لا تدعوه لأنه غائب لا يسمع لا يراك لا يقوى أن يعطيك أو ينقذك لا تستغذ به لكن يدعونا يا غوث يا غواث يا غياث أغفنا لاستغاثة لله هناك فالروضة جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جالسون يعانون من جراء المنافقين والكافرين واليهود أيام الهجرة الأولى فآلمهم شيطانا الشياطين فقالوا هيا بنا نستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول سامعهم ورأى استثارة ما في أبواب حديد ولا غشب فقال إنه لا يستغاث بي إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله ونزل قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم لا تطلب الغيات ولا الغوث من مخلوق أبدا فإنه لا يغيثك نعم شخص يسمعك يرى مكانك في يده العاصاء يستطيق تلحي عنك هذا نعم ما أدوم فيه لا بس تعال فلانا قدن أما غائب تعطيه صفاتا ربي الله الذي ليس معنا ولكن علمه وقدرته وكله معنا لا يخفى عليه من أمرنا شيء وهو فوق عرش فوق سمواده فتجعل غائبا من الناس مثل الله عز وجل يسمع نداءك ويعمكانك ويمدك ويغيثك وهو غير حال هذا هو الله ولا لوم لأن الثالث المجوس واليهود والنصارى تعاونوا على تمزيق هذه الأمة فمزقوها وجهلوها وأبعدوها عن مصادر كمالها واستعمروها واستدلوها وما زالوا ينكلون بها إلى الآن عرفتم القرآن العظيم بالأمس عرفنا أنه روح ولا حياة بدوني ماذا فعنا بالقرآن اسم يقولون تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر فلا يسمح لك أن تقول قال الله أبدا صوابه خطأ إن فسرت القرآن وأصابته فأنت مقطع آذيم وإن خطأت كفرت فماذا نصدع بالقرآن يا علماء قالوا أقاه على الموتى فقط إذا مررت في حي من أحياء البلاد الإسلامية وسمعت القرآن يقرى في بيت اعلم أن فيه ميتا لعلي يواهم لعلي يكاذب لعلي يقول القرآن لا يقى إلا على الموتى وأقصى حفاظه لا يحفظون إلا لأجل هذه الفائدة والمصلحة لا ليعرفوا ربهم ولا محابة ولا مصاقطة فماذا بقي لنا إذن باقية السنة السنة عندنا تقرى للبركة والله العظيم لا يقرأون إلا البركة غضبتم وإن لا حتى فالروضة كم بقي عن رمضان نصف شهر زيادة تعال تدخل فالروضة تجد جماعة من أعيان البلاد ورجالات المال والعلم والبخار يقرى بينهم للبركة فهمتم وإلا لا وكم صحنا وبكونا أربعين سنة انتهوا ماذا البخاري يقع للبركة كيف للبركة البخاري تعاليم سماوية بيان واحكام الشريعة في العقائد والعبادة والمال والسياسة والعرض والآداب والأخلاق شرائع إلهية نقرها للبركة وهذا ليس عندنا في المدينة في كل أنحاء العالم الإسلامي يدرسون البخاري للبركة عرفتم كيف وضعنا أنفسنا والآن الذي يسمع كلام الشيخ هذا يلعن يسب يكذا إلى أبعد حد كأننا أموت ما نشعر أبدا لم تسب وتعيّ تعالي اسمع إفهم أنت مؤمن وإلى لا أنت مدعو إلى كتاب الله وسنة رسوله لكن عرفنا الاستغاثة قال وهي أي الاستغاثة من جنس الدعاء فمن لا يدعى لفقره وعدم قدراته وجهله بحال الداعي وعدم سماعه دعاءه وعدم معرفة مكانه وحاله لا يستغاث به سواء بسواء ومن هنا كان من استغاث بمن لا يقدر على إغاثته ممن لا يسمع كلامه ولا يرى مكانه ولا يعرف حاله من حي غائب بعيد لا يرى المستغيثة ولا يسمع استغاثته أو ميت قطى عمله من الدنيا سواء كان نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين فقد أشرك بعبادة لاستغاثة لاستغاثة بغير ربه تعالى وكان بذلك مشركا لما يفض المؤمن بأن يكون مشركا كافرا يقول توب إلى الله من الآن والله ما رفعت صوتي بغير الله ولا قلت يا إلا الله لا يقول كيف نمشه كيف نكافر كيف تكفعوننا ونحن مؤمنون لأنهم ما قرأوا هاكم صورة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلس له في مسجده يعلم الكتاب والحكمة ويزكي القلوب والأرواح وإذا برجل جالس في يدي حلقة من نحاس من صفر فرآها في يدي الآن هي موجودة في آذان السامعين عرفتم فسألوا ما هذه قال من الواهنة يا رسول الله الروماتيزم من الواهنة فقال له صلى الله عليه وسلم إن زعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ولو ميت وهي عليك ما أفلحت أبدا يكذب الرسولاني قال وليعلم المؤمن هنا أن سؤال الحي من الناس واستغاثته أي طلب الغوث منه إذا كان قادرا على العطاء والغوث وكان قريبا من الداء المستغيث بحيث يسمع كلامه ويرى مكانه قد أذن الله فيه وأباحه لعباده في من ينكر عليك دقلت يا فلان من فضلك أرد كذا أو ائتني بكذا ممنوع هذا من يقول لا يجوز لأنك تسأل من شخص يسمعك ويراك وأنت تراه ويقدر على أن يقضي حاجة قال قد أذن الله تعالى والثاني للاستغاثة والثالث لاستعانة ما معنى الاستعانة ما نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين نكذب عليه أنا في الصلاة أقول يا ربي إياك نعبد وإياك نستعين أعطينا عهد ميثاق ولا لا ولما نخرج ونعطى يا سيدي مولايا كيف تدعي أنك توحد الله وتقول لا أسأل إلا أنت ولا أستعين لبغيره مواقف عندنا لو لا حلم الله عز وجل لانتهت من الحياة سبحان الله العظيم قال الاستعانة هي طلب العون والمعونة على قضاء حاجة أو خروج من محنة وهي من نوع الدعاء والاستغاثة فلا تطلب من عاجز لا يقضي على الإعانة ولا من ميت لا يسمع المستعينين به ولا يرى مكانه ولا يعرف عن حاجته وحاله ولا من غائب يبعد بعيد حال البعد دون سماع الدعاء ورؤية الداعي وإعانته على ما هو في حاجة إلى المعونة فيه وقد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الاستعانة به دون سوا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين خلاصة الاستعانة كالدعاء والاستغاثة أنت في حاجة إلى من يحمل معاك كيس وإلا أنت على دابتك لا 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 أنت على سيارتك كذا ولا لا وانفشت أو كابل عجلة وانكبت السيارة هل يجوز أن تقول يا سيدي عبدالقادر يا رجال البلاد يا رسول الله يا حسين يجوز يعني وإن قلتم يجوز هل يحضرون أو يساعدوا ممكن مستحيل إذن ماذا يسمع إن رأى شخصا يراه من بعيد ويسمعه ياصيح بأعلى صوت أن يا فلان أنقذني أسعبني مدادك كذا فيه من يقول حرام هذا ما يجوز كيف ما يجوز آذن الله تعالى به أما أن تستعين بمخلوق تغذي عليه صفات الله وتلقيها عليه وتجعله إله وتنادي ما قلت لكم الذي يدعو غائب كذا ولنا في بغداد وهو في المغرب هذا الذي يدعى وينادى أعطيناه صفات الله وإلى لا ما صفات الله أنه سميع الدعاء أنه يرى كل كائن ويقدر على إعطاء كل ما أراد أن يعطي فهذا الذي دعا غير الله معنى أنه أعطاه صفات الله جعله مثل الله ورفع صوته باسمه ينادي جعله يسمع ويرى ويقدر ويغيق ويعلم الحال ويعطف ما هو محتاج له وهو والعياذ بالله تعالى كفر بشع العاقل لا يقدم على هذا أبدا قال ومن هنا كان من وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن يستعين بالله دون سواه في قوله له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه وهو غلام زكي يا عبد الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت حاجة فاطلبها من الله وإذا طلبت عون على مسألة فاطلب العون من الله والرسول يقول بقول ربه ما دام الله قال إياك نعبد وإياك نستعين فالرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من القرآن ويعلم دين صيحة قدمها لابن عمه يا عبد الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ومن هنا كان طلب العون طلب العون ممن لا يقدر عليه من الأحياء لعجزهم أو غيبتهم كطلبها من الأموات لموتهم وانقطاعهم عن الحياة كان هذا ضلالا وباطلا وكان فاعله مشركا بالله تعالى في هذه العبادة من عبادات الله التي لا تنبغي لأحد سواها ألا وهي الدعاء والاستغاثة والاستعانة إياك أن يسمعك الله تنادي غيره يغضب والله لا يغضب تترك السميع العليمة القوية القضية وتنادي من لا يسمع ولا يراك ولا يعرف عن حالك وتطلب منه غوثا أو معونا رابعا النذر هذه عبادة أيضا بالجوارح تقوم النذر وهو التزام العبد ما لم يلزمه من الطاعات النذر ما هو حقيقته أن يلتزم الإنسان بعبادة ما أنزمه الله بها كأن قال لأصومن شعبان كله رأى الله أمره أراد أن يتقرب لله التزم إذا قال لك يا ربي أن أصوم هذا الشهر يجب أن يصوم إذا قال لك يا ربي أن أخرج من كل مالي وجب أن يخرج أعطى لله عهدا يتقرب له النذر التزام العبد بما لم يلزمه من الطاعات وبعبارة أوضح هو التعهد بالقيام بشيء من العبادات تقربا إلى الله تعالى أو بشرط أن يقضي الله تعالى له حاجة تعسبت عليه ما التطاح يريد قضاءها كأن يقول في تعهده اللهم إن شفيت مريضي أو رددت علي غائبي أو قضيت حاجتي في كذا لك علي أن أتصدق بكذا من المال أو إطعام أو أصوم أو أصلي كذا وكذا والنذر مما تعبد الله تعالى به عباده المؤمنين قال تعالى مثنيا عليهم بالوفاء يوفون بالنذرين عباد صالحون أثنى عليهم في هذه الآيات يوفون بالنذرين ينذرون ويوفون أما من ينذر ويخون كالمستهزيب ربه قال عياذ بالله وقال مرغبا فيه في النذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم ترغيب في النذر وإن لا الله يحب أن تنذر له تتملق قل يا رب الليل أبي تراكعا ساجد لك من صل العشاء لأن يطع الفجر ولا تسأل شيء تملقا فقط وهذا أعلى درجات النذر تريد أن تتقرب إلى الله لتحظى بمنزل عنده تقول لك علي يا ربي أن لا أتغدى غدا ولا أتعشى وأطعم بغداي وعشاء المساكن لما تفعل أتملق ربي هو يقبل منك قال وخير النذر ما كان بغير شرط لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم النذر المشروط في قوله النذر لا ياتي بخير وإنما يستخرج منه من مال البخيل ما هو النذر المشروط يا ربي إن شفيت أمرأتي أو والدتي أتصدر بخمسين ألف يعني عرفتم إذا شفى الله مريضه يجب لا بد وأن يدفع وإذا ما شفى الله مريضه ما عليه شيء هذا نذر مشروط وإذا لا هذا الرسول كارهه يجوز لكن مكروف إذ قال صلى الله عليه وسلم النذر لا ياتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل هذا الذي قال خمسين ألف إذا شفى الله مريضه كان ما يتصدق ولا بريض لما جاءت المحنة والمرض قال نخرج من مالي كامل قال وبناء على هذا فإن من نذر لغير الله تعالى وسواء نذر لحي أو ميت فقد أشرك ما معنى أشرك ما معنى أشرك أي غير الله في عبادة الله جعله لله شريكا أي جعل له نصيبا من حق الله وعبادته لأن النذر عبادة ظاهرة إذ هو إذ هو توجه القلب إلى المنذور له رغبة فيما عنده من الخير وهو استشعار قدرته وغناه وإظهار الناذر عجزه وضعفه وافتقاره إلى من نذر إليه الذي عاش عليه المسلمون قرون يمر بالقبة على الجبل وإلا على يا سيدي فلان إذا غلبت فلان في الخصومة نذبح لك شاء يا سيدي فلان إذا كان انتصرت على فلان مع الخصومة في المحكمة أعمل لك كذا وكذا بهذه الأصوات قال وهذا ويم الله أي والله لا يليق إلا بالله تعالى ويا ويل أولئك الذين ينذرون إلى الأولياء والصالحين من أموات المسلمين وأحيائهم فقد وقعوا فيما فقد وقعوا فيه هلاك وهم لا يشعرون وأشركوا بعبادة ربهم غيره وهم لا يعلمون عرفتم معنى النذر إلى الأموات وإلى ياسر فلان إذا كان كذا وكذا أنا نفع كذا النذر محمود مع الله فقط وأحسن ما تشترط على الله فقد تريد أن تتملق إليه وتتزلف قل لك علي يا هب أن أتصدق بألف أو لله علي أن أصوم هذه الأيام أو لله علي أن أحج ماشيا على هجلي لا بس تملق إلى ربك تزلف أما أن تتملق مخلوق وتجعلهم على تقول يا سيدي فلان إذا فعل الله لي كذا أنا أفعل لك كذا وكذا فهذا والله من إملأ الشيطان وتعليمي ووسواسي وإلا مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله كيف يشرك بربه أي داعي قال معاشر المستمعين والمستمعات خلاصة ما سمعتم اعلموا أن الدعاء دعاء غير الله كالانتحار الذي يسأل غير الله حاجاته غطى الله وغمه ولم يظهر له أبدا وجعل إلهه ذاك الذي يسأله فلا يدعو أحدنا غير ربه أبدا طلبوا لعانى من غير الله طلبوها من الأموات هو الشرك بعينه لاستغاث بأعلى الصوت يا سيدي فلان قفني إنه والله لشرك وكفر العياذ بالله النذر العادي إن كنت تنذر لله لا بس تملق ربك لك يا رب علي أن أصوم هذه الأيام كلها تملق لك يا رب أنا تصدق بكذا افعل أما يا سيدي فلان إن فعل الله بكذا نفعل لك كذا والله أبناء الإسلام لا شيركم بالله وصاحب إن مات بدون توبه لا نجاة له والله أسأل يعلمنا وينقذنا من هذا الجهل الذي وقعنا فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن ها نحن مع ذبح القربان الذبح معروف والقربان والقربان ما يتقرب به إلى الرحمن عز وجل فلا يجوز أبدا ولا يصح من مومن ولا مومن أن يذبح متقربا إلى غير الله ولو كان المذبوح ذباب فضلا عن كبش أو ناق أو جمل تعبدنا الله عز وجل بالذبح له فلا يصح من مومن أبدا أن يذبح شيئا ما لغير الله عز وجل ونستمع إلى دراسة هذه القضية قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم قال ذبح القربان وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذباع وذلك كالهدي في الحج وضحايا يوم عيد الأضحى وشاة العقيقة أي الشاء التي تذبح يوم سابع الولادة إن كان المولود ذكرا فقد يذبح شاتا وإن كان أنثى تذبح شا واحدا تقربا الله وشكرا له على نعمة هذا الولد ومن كان عاجزا فلا شيء عليه إذ هذا الواجب وهذه السنة تتعين مع القدر أما مع العجز فلا شيء عليه قال وشاة العقيقة يوم سابع المونود وذبايح وليمة العرس وليمة العرس الذبايح فيها قوبة وعبادة نعبد الله تعالى بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنه تزوج قال له أوليم ولو بشاء أوليم أي أقم وليمة ولو تذبح فيها شاة واحدة فهذه الشاة التي يذبح المؤمنون في الزواج في العز هي من العبادات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي شععها وبيّنها فلهذا هي من جملة العبادات قال وما يذبح صدقة على الفقراء والمساكين أيضا ما يذبح المؤمن ليطعم الفقراء والمساكين هو من العبادة إذ يطعام الفقراء والمساكين عبادة وذبح الشاء لتوفير اللحم عبادة أيضا قال كل هذا قد شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إذن أعيد هذه الجملة يقول المؤلف ذبح القربان وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من الذبايع كالهدي في الحج وضحايا يوم عيد الأضحى وكشاة العقيقة يوم سابع المولود وذبايع وليمة العرس وما يذبح صدق للفقراء والمساكين كل هذا قد شرعه الله تعالى في كتابه أي القرآن العظيم وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فكان لهذا لهذا الذبح تقرب وعباد فكان لهذا نعم فكان هذا الذبح تقرب وعباد لا تنبغي إلا لله تعالى ومن ذبح لغير الله تعالى معظما له أي لمن ذبح له خائف منه أو راجئا طامعا فيما عنده فقد عبده بهذه العبادة وأشركه في عبادة رب جل وعز قال وهنا يحسن التنبيه والتنديد معا بما يفعل أهل الجهالات من المسلمين اليوم لما عرفنا أن هذه الذبايح لا تحل إلا لله ولا تنبغي إلا لله عز وجل إلا ننبه إلى ما يفعله أهل الجهال من هذه الذبايح ويصرفونها لغير الله عز وجل قال ومما يحسن التنبيه والتنديد معن بما يفعل أهل الجهالات من المسلمين اليوم من ذبايح على الأضرحة الأضرحة الأولياء والقبور في أيام الموالد والمواسم تعظيما لمن يذبحون لهم وتقديسا ورغبة في شفاعتهم وطمعا فيهم وتوسلا بها بجاههم فهذه الذبايح لا تصح أن تذبح لهؤلاء ولا يجوز ذبحها ومن تعمدها بعد العلم فقد أشرك في عبادة الله غير الله عز وجل ومرة أخرى أقول وهنا يحسن أيها المستمعون والمستمعات يحسن التنبيه والتنديد معا بما يفعله أهل الجهالات من المسلمين اليوم من ذبايح على الأضرحة أضرحة الأولياء وقبورهم في أيام الموالد والمواسم تعظيما لمن يذبحون لهم وتقديسا ورغبة في شفاعتهم وطمعا فيهم وتوسلا بجاههم ولولهذا ما ذبعوا قال ومثل هذه الذبايح على القبور والمشاهد ذبايح الزار هذه يعرفها أهلها يذبحون ذبيحا من أجل الجان أو ماذا يحصل ويسمونه بالزار والنشر كذلك في بعض الديار النشر هذه ذبايح تذبح أيضا خوفا من الجن وعلى حافات الآبار إذا حفروا بئرا وقبل أن ينبع الماء يذبحون الذبيح على حافة البئر حتى لا يفسد هذا الجان فخوفا من الجن يذبحون هذه الذبايح على حافات الآبار وكذلك عتبات المنادل خوفا من الجن إذا بنى أحدهم المنزل لا يدخله ولا يسكن فيه إلا بعد أن يذبح على العتبة الشات والشاتين لما خوف من الجن أن يؤذيهم أو يضرهم فيتوسلون إليه ويوضونه بالذبح فهذا والله لمن الشركة الأكبر لا يشك فيه ذو دين وعقل أقول ومثل هذه الذبايح على القبور والمشاهد ذبايح الزار والنشر وعلى حافات الآبار وعتبات المنازل خوف من الجن إن هذه الذبايح كلها شرك وكفر والعياد بالله تعالى من ذلك والذي ورط بعض المسلمين فيها الجهد ما عرفوا لو جلسوا مجلسنا هذا وعلموا كما علمنا الآل والله ما يفعلون ولكن لا علم ولما تعلمنا هذا هو الذنب الأول لو طلبنا العلم لحصن عليه إذن إذا ذبح القربان عبادة تقوم بها الجوار لا القلب فمن ذبح لغير الله فقد أشرك في عبادة الله وأغضب الله تعالى عليه ولو مات بعد أن علم أن هذا مبغد لله وأنه شرك ولا يصحه وتعمده فقد مات على الشرك والعياذ بالله ومن مات مشركا لا رجاء في أن يغفر له ويرحم إذ الله تعالى صرح في آيتين من كتابه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وفي مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك يعني من الأنبياء والرسل ماذا لإن أشرت لا يحبطن عمد ولا تكونن من خاسرين إذن أعيد القول نحن نذبح متقربين إلى الله بالذبائح كهدي الحج كضحايا العيد كإطعام الفقار المساكين والضيوف أيضا المؤمنين ونذبح أيضا متقربين إلى الله عز وجل ولكن الذبح لغير الله هو والعياذ بالله كالانتحار ومما خافوا خافوا الجن وتقربوا إلى الجن لو أن مومنا لما بنى منزلا شكر الله تعالى فذبح لله وأطعم الفقار المساكين ما لامه أحد وما زاد أن شكر الله عن هذه النعمة حفر بيرا وخرج الماء واستفاد منه وانتبع أراد أن يشكر فذبح الفقار المساكين كان أمله طاع وشكر لله أما أن يذبح خوف من الجن بدل أن يخاف الله يخاف من نخلوقاته فهذا هو ضعف العقيدة بل وفسادها سادسا الركوع والسجود من العبادات التي تقوم بها الجوار ولا تصح أبدا أن تصرف لغير الله قال إن عبادة الركوع والسجود ظاهرة معروفة يزاولها المسلمون كل يوم في حياتهم إذ هما ركنا الصلاة التي ألذان لأتصح الصلاة بدونهما فمن صرف ركوع لغير الله أو سجود لغير الله هالك احترق فمن صرف ركوع لغير الله أو سجود لغير الله هالك احترق إن عبادة الركوع والسجود عبادة ظاهرة يزاولها المسلمون كل يوم في حياتهم إذ هما أي الركوع والسجود ركع رقنا الصلاة الذان لا تصح الصلاة بدونهما وقد تعبد الله تعالى بهما سائر عباده المؤمنين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون فقوله اركعوا واسجدوا عبادة الركوع والسجود فرضها الله وتعبد بها المؤمنين فمن ركع لغير الله كائن من كان فقد اشرت في عبادة الله غير الله ومن خر ساجد على الارض تعظيما لمخلوق فقد اشرت في عبادة الله غير الله وبذلك لو لم يتدارك الله بالتوبة قبل ان يموت لكان من الخالدين في جهنم قال وامر وامر مريم بنت عمران به في اخباره عنها بقوله يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين المراد من هذا ان الركوع والسجود عبادة تعبد الله بها فلا يصح ابدا ان يعبد بها غير الله فلا يحل لممن ان يركع لآخر ولا ان يسجد بين يديه اذي الله تعالى تعبد عباده بهذه العبادة وقد عرفنا ان الركوع والسجود ركن الصلاة فلا تصح بدونهما والآية الاولى فيها الامر بالركوع والسجود والآية الثانية لمريم عليه السلام ناداه ربها يا مريم رقنتي لربك واركعي 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 مع الراكعين قال وامر رسوله بالسجود طلبا للتقرب منه فقال تعالى في خطاب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وسجد واقترب وسجد واقترب والركوع معروف في الصلاة والسجود ان تمكن جبهتك وانفك من الارض ومن هنا كان الركوع وهو الانحناء انحناء الظهر في اعتدال مع رأس والسجود وهو وضع الوجه على الارض كان عبادة لا تنبغي لأحد مهما كان شأنه إلا الله إلا لله تعالى ومن ركع لأحد أو سجد له معظ من هيه أو طامعا فيه أو خائف منه وليس بمكره على ذلك فقد أشرك بربه هذا المخلوق أما في حال الإكراء فالله عز وجل قال لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أما في حال الساعة والاختيار من أراك على غير الله فقد أشركه في عبادة الله من سجد على الأرض لغير الله تعظيما أو خوفا ومهابة أو طمعا فقد أشرك بعبادة الله قال ومن هنا كان الركوع وهو الانحناء والسجود وهو وضع الوجه على الأرض كان عبادة من العبادات التي لا تنبغي أبدا لأحد مهما كان شأنه إلا لله عز وجل ومن ركع لأحد أو سجد لهم معظما إياه أو طامعا فيه أو خائف منه وليس بمكره على ذلك فقد أشرك بربه وعبد مع الله غيرا وكان فعله شركا أكبر لا يغفره الله إلا أن يتوب منه قبل موته لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرت به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا هل ترون هذه العبادة تعطى لغير الله يوجد يوجد من يركع أمام الحاكم تعمدا ويوجد من يخر ساجدا لأمه أو أبيه كما يقولون ويوجد من يخر ساجدا أو راكعا لدخول للضريح لولي من الأولياء والله يدخل راكعا ومن مظاهر هذا في بعض الألعاب يسمونها الكاراتينا الكاراتينا على كل يركعون ركوعا كما نركع لله في الصلاة هذا مشاهد ومع الأسف يعملها شبان المؤمنين والمسلمين تقليدا للكافرين ووالله لا تصح ولا يجوز أبدا ولا يحل رضا بها بحال من الأحوال إنها عبادة لغير الله سابعا من العبادات التي تقوم بها الجوارع الطواف بالبيت العتيقة وتقبيل الحجر الأسود الطواف بالبيت عبادة تعبد الله بها المؤمنين والمؤمنات تقبيل الحجر الأسود بالفام عبادة تعبد الله بها المؤمنين والمؤمنات قولوا نعم إذن فمن طاف بغير البيت فقد أشرك في عبادت الله فمن قبل حجرا أو بابا أو حديدا فقد عبد مع الله غيره الطواف بالبيت البيت العتيق بمكة وتقبيل الحجر الأسود عبادة قال إن الطواف عبادة شرعها الله تعالى لعباده وأمرهم بها في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق ولقد رأينا الجهل والله يطوفون بأضرحة الأولياء طوافا ولو سمح لهم هنا بالحجرات النبوية لطافوا بأن طوافا وكم من واحد يضبط وهو يطوف ولولا رعاية لطاف الناس بالحجرات وعلة ذلك والله الجهل ما عرفوا يريدون أن يتقرب إلى الله ويتزلف ليقفي ويرحم ويرفع ويعز ويذل ولكن ما عرفوا كيف يتقربون إلى الله يضادون الله عز وجل وهم يحسبون أنهم يتقربون إليه ما علة هذا ما سبب الجهل إلى متى ونحن جهال ننتظر حتى ينزل علينا كتاب ويبعث فينا نبي نتعلم الكتاب موجود والنبي موجود لما إذن ما تعلمنا الجواب معروف أعداء الإسلام صرفون عن بيوت الله إلى المقاي والملايب أين نتعلم إن الطواف عبادة شرعها الله تعالى لعباده وأمرهم بها في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق وعليه فمن طرف ببيت غير بيت الله من قبر أو ضريح أو مشهد أو غير ذلك معظما له يطوف متقربا إليه أو به إلى غيره حتى ولو كان إلى الله تعالى فقد ابتدع وأشرت وأشرت وطواف ذلك شرك أكبر وبدعة ضلالة من أبشع البدع وأقبحها لما فيها من التشريع وهو حق الله تعالى وحده وليس من حق أي كائن أن يشرع للعباد عبادات وإنما الذي يشرع هو الله عز وجل أذن لنا في أن نطوف بالبيت فقط لا ضريح ولا قبر ولا 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 والتقبيل للأحجار والجدران والأبواب عبادة لغير الله لأن الله تعبدنا بتقبيل حجر واحد فقط ورضي الله عنك يا عمر قال بعدما طاف بالبيت وقبل الحجر أولا غطي رأسك عاتب الناس عليك عمر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلت والآن لولا رجال الهيئة والحمد لله ورأيت جهال المسلمين لا يقبلون الشبابيك والجدران وكل مكان في المسجد وإنما منعوا فقط لا عن علم ومعرفة لأنهم ما عرفوا عاشوا في ديار ما سمعوا هذا كلام فماذا ترجو منهم والله لقد رأيناهم يستويقون كيف يقبل حجر أو حائط أو جدار المحنة جاءت من الجهل لو علمناهم وعرفناهم بربهم وجلال وكماله ما التفت إلى غير الله لكن هذا الذي حصل قال وهو حق الله تعالى وحده دون سواه وإن تقبيل الركن اليمان من البيت العتيق عبادا شرعها الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لهذه الأمة تقبيل حجر آخر ولا ركن ولا جدار ولا قبر ولا ضريح ولا تابوت وعليه فمن قبل عتبة أو جدار أو باب أو حلق في باب أو قبر أو شهدا قائما من مشاهد فقد ابتدع بدع وهي ضلال وإن فعل ذلك تعظيما لما قبله وتقديسا راجيا منه النفع دافعا به الضر فقد أشرك والعياذ بالله لو يسمح لنا أن نقبل الحجر الآن كيف تفعلون الذين عرفوا كما عرفتم أنتم والله ما يقبلون ولو يعطون آلاف الدنانية ولكن الذين لا يعلمون إذن قال ثامنا سائر أنواع العبادات سائر أنواع العبادات قال إن كل ما شرع الله لعباده من الطاعات والقربات ليعبدوه بها تقربا إليه تعالى وتزلفا من صلاة وصيام وحج واعتمار وصدقات وزكوات واعتكاف وجهاد ورباق وفعل خير من بر وصيلة وذكر ودعاء وأمن بمعروف ونهي عن منكر وتعليم علم وتعلم كل هذه العبادات وغيرها مما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فعله لغير الله تعالى وابتغاء مرضاته به غير مرضات الله شرك شرك في عبادة الله تعالى يتنافى مع عقيدة المؤمن القائم على أساس التوحيد الدال عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله أيما عبادة شرعها الله للناس ليعبدوه بها إياك أن تعطيها لغيره فإن فعلت والله لقد ظلمت ربك وأخذت حقه وأعطيته لمن لا يستحقه قال السائل الكريم وتقبيل أيدي العلماء الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل جبين أحد أصحابه وبلا خلاب بين المسلمين أن يقبل الرجل أباه أمه يبقى بعض العوام يقبلون رجل الأب أو الأم هذه ليست عبادة لما شرع الشارع تقبيل الراص أو الوجه وإنما بعض أهل العلم يكرهون تقبيل اليد حتى قالوا لأن تقطع أيدينا ولا تقبل فمن هنا إذا كان الشخص محترما مبجلا لكبال سنه وعلمه وبصيرته وتقواه وقبله المؤمن لا بأس لأنه قبله من أجل الله أكرم من أكرمه الله وقدر وعظم من عظم الله ومع هذا تركه أو لا نحن أعطانا الرسول المصابحة والمعانقة إذا جاء أخوك من بعيد قم له واحتضنه ولا حرج وإذا كان معك في القارية ولقيته ولقيك المصابحة صافح تتحاط أو تتحاط الذنوب كما يتحاط ورق شجر كبير السن من أفاضلنا كالشيخ عبد العزيز مباز قبل رأسه ولا تتحرز قال تاسعا ترك طاعة الله للرغبة أو الرهبة هذا مظهر من مظاهر الشرك أن يترك المؤمن عبادة الله طمعا في شخص لأنه يتأذى بهذه العبادة أو يكره يترك العبادة لأجل أن ينال من هذا الشيء من هذا المبجل أو من أجل أن يدفع عنه غضبه وسقطه أقول ترك طاعة الله مثلا جالس القوم مجلسا وحان وقت الصلاة فالواجب أن يقوم المؤمن يصلي فهذا المؤمن خاف أن يزعج من معه من المنافقين أو الفاسقين أو الظالين فترك الصلاة من أجلهم حتى خرج وقتها خوف منهم أو طمعا أحيان يكون طامعا فإن يعطى شيء فيخاف أن يزعجهم فيمنعوهم من ذلك العطاء فترك العبادة رغبة أو رهبة من إنسان هو الشرك بالله قال ترك طاعة الله للرغبة أو الرهبة لقد أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله من صورة القتال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فطاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي عبادة بلا جدال تعبد الله تعالى بها المؤمنين من عباده فمن ترك طاعتهما غير مكرة أما بالحديد والنار فشيء آخر إلا من أكرى وقلبه مطمئن بالإيمان لكن في حال الساعة وعدم الإكرى فمن ترك طاعتهما غير مكرة من أجل أحد من خلق الله كائن من كان رغبة في ما عنده أو رهبة مما لديه فقد أشرك والعياذ بالله يحصل في بعض الحالات يجلس الفساق يشربون الخمر إذن فهذا الطامع أو الخائف في هذا المجلس يشرب معهم لما يخاف إذا ما يشرب لما ما تشرب أنت يخاف إذا قال لا تشرب كذلك يؤذونه فيذل ويهون معهم ويعصي الله تعالى ويطيعهم نعم في حال الإكرى تشرب وإلا الرصاص في رصعي يشرب أو العصاء على جلدي وظهري أما في حال الاختياء فيعصي الله طاعة لمخلوق فقد أشرك وعبد غير الله قال فطاعة الله وطاعة رسوله في الأمر والنهي العبادة لا شك فيها تعبد الله تعالى فيها المؤمنين والمؤمنات من عباده فمن ترك طاعتهما أي طاعة الله ورسوله غير مكره أما المكره فلا غير مكره وإنما طاعهما من أجل من أجل أحد من خلق الله كائن من كان رغبة فيما عنده وطمع أو رهبة وخوف مما لديه من أنواع العذاب فقد أشرك وشركه لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله ورسوله وهو غير مكره رغبة أو رهبة في من أطاعه شرك إذ الطاعة في المعروف فقط ولا طاعة لمخلوق في معصية خالق وبقاعدة وضع أبو القاسم صلى الله ورسوله يحفظها المؤمنون والمؤمنات إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لأحد في غير ما هو معروف فمن هنا بعض الناس يحلفون بالرئيس وحق الزعيم ورأسك تعظيما وتبجيلا وإكبارا وما يدون أن هذا شرك وبعضهم يحلف برأس أمه وأبيه وهو لا يدري الطاعة للآباء للأمهات للأمير للإخوان فيما هو شرع ومأدون فيه أما شيء حرمه الله تطيع المخلوق فيه إذن عبدت المخلوق وعصيت الخالق مرة ثانية أقول فطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي عباد تعبد الله تعالى بها المؤمنين من عباد فمن ترك طاعتهما غير مكرة من أجل أحد من خلق الله كائن ما كان رغبة فيما عنده أو رهبة مما فقد أشرك وتركه فقد أشرك وتركه لطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله وغير مكرة رغبة أو رهبة في من أطاعه شرك إذ الطاعة في المعروف فقط ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وهناك آية عجيبة من كتاب الله فاسمعوها يقول تعالى يا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجئة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعناك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتن أولادهن ولا يأتنا ببهتان بين أيدينا وأرجلهم ولا يعصينك في معروف فمفهومه لو أمرت بغير المعروف لا حق لطاعتك ولا يعصينك بمعروف الماء المؤمنة لو أمرها الرسول بغير المعروف لا تطيع سبحان الله العظيم ولا يعصينك في معروف مفهوم غير المعروف لها أن تعصيك ولا تطيع وحاشا رسول الله أن يأمر بغير المعروف لكن من باب الفرد لأن طاعة المخلوق في غير المعروف عبادة لغير الله ألا ها هو عبده عندما أطاعه في المعصية عاشرا قال تعظيم الله تعالى بالحلف به عز وجل الحلف بالله تعظيم لله لما تقول والله أو بالله أو بالحق أو بال بالسميع العليم أو بذي جلال وليكوام تحذب بالله بأسماء وصفاته هذه عبادة فالذي يقول بالله أو تالله أو بمن خلق السماء أو بمن أوجدنا هنا أو بالسميع العليم هذه الأيمان عبادة أنت تحذب بالله وأنت في ذلك تعبده فلهذا يقول أحد الأئمة لأن أحذب بالله كاذما خير أن نحلف بغير الله صادقا لأن الحلف كاذما له إذن كبير من كبائر الذنوب والحلف بغير الله شرك وكفر من العبادات التي تقوم بها الجوارح تعظيم الله تعالى بالحلف به عز وجل احلف بالله ولا تتحرج على شرط أن تكون صادقة فيما تحلف عليه فإن الحلف بالله عبادة من أسمى العبادات وأشرفها ومن هنا من حلف بغير الله فقد أشرت عظم غير الله بعبادته ولا تجعل الله عوضة لأيمانكم هذه لها معناها بعض الإخوان إذا قلت لهم فضلك أعطني كذا أو أسلف كذا يقول والله ما كذا فيجعل فيجعل اليمين بالله مانعا لفعل الخير فنهان الله عن ذلك بعض المؤمنين كلما قلبت شيء يقول لا والله ما عندنا أو الله ما كذا فيمنع الخير بهذه الأمين ولا تجعل الله عوضة لإيمانكم أن تبر وتتقر قال إن تعظيم الله عز وجل بتكبيره والحلف به وإجلاله تبارك وتعالى عبادة تعبد الله بها المؤمنين من عباده فلذا لا يجوز الحلف بغيره تعالى والله لا يجوز الحلف بغيره تعالى ومن حلف بغير الله تعالى فقد أشرت ما معنى أشرك أوجد عظيما عظمه كما يعظم الله جعلوا شريك لله فالتعظيم وهذه فتنة ما نجا منها من العالم الإسلامي إلا من رحم الله إلا من عرض وإن لا تجدهم يحلفون بغير الله في كل شيء ومن غريب ما تسمعون لتروا مظاهر الجهل في الأمة القاضي يحكم على فلان بأن يحلف لفلان بضريح سيد فلان ولما تقوله لماذا يقول لأنه لو قلن احلف بالله يحلف سبعين مرة ولا يخاف من الله فإذا قلن تحلف بسيد فلان يخاف والقاضي يقول لنا مسؤول عن حقوق الناس وصرف هلام فما دام هذا يحلف بالله كالبا لا يبالي ويخاف أن يحلف بفلان وفلان من الأولية أحلف بهم وإن كان هذا لا يصح وحلف الناس بالرأس والملح والطعام سير بلان ما تركوا شيئا إلا أله في هذا الباب حتى الملح يقول قال إن تعظيم الله عز وجل بتكذيره والحلف به وإجلاله تبارك وتعالى عبادة تعبد الله بها المؤمنين من عباده فلذا لا يجوز الحلف بغيره تعالى ومن حلف بغير الله تعالى فقد أشرك أي في عبادة الله غير الله لما صح عن النبي صلى الله عليه وعليه من النهي عن الحلف بغير الله تعالى وجعل ذلك من الشرك فقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد هذا على المنبر ألا اسمعوا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد أما بغير الله فلا وبعض اليمين المعروف عند إخوان المصريين هو النبي هو النبي أقول لهم من فضلك قل لا إله لا تحرب يقول والنبي ما نعيد لما ألفه واعتاده ويظنون أنهم يعظمون رسول الله سلم هو حقيقة عظموه لكن ما يعظمون بعبادة الله الحالف بالنبي حقا عظمه والله عظمه لكن هذا التعظيم يجوز ما يجوز هل نصلي ركعتين للنبي تعظيما لا يجوز هل نتصدق على الرسول صداقة يجوز هل نذبح عليه شاء يجوز والله ما يجوز العبادة لله فيعظم الرسول صلى الله ما في النفس ويعظم بطاعته وطاعة أمره ونهيه قال وقال من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر أشرك أي في تعظيم لا مخلوقا عظمه وكفر كيف كفر غطى الله وسطه ما رآه فحلف بغيره جحد الله لما ما تحرب بالله ما دام ما حلف بالله وحلف بشيء بشيء من الأشياء معناها غطى الله وجحده ما اعترض به قال هذا ولما كان الكث نعم وقال صلى الله عليه وسلم من حلف في فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا اله إلى الله هذه علاج للمشكلة تدرون وتعلمون أن المسلمين على عهد الرسول ما دخلوا في الإسلام في يوم واحد أو في عام واحد متفاوتون منهم من أسلم من أسبوع فقط ثلاثة أيام فإذا به صلى الله وسلم يطالع أو يرى حادثا غير معتاد فيسمع الرجل يقول وليت كما كان في الجاهلية أو العزة وآخر يقول تعالوا قامرك لأن أهل مكة كانوا يعيشون على القمار لكن ليس كقمار الجاهلين والظالين قمار أشرف كيف البعير على الصفا أو دون المروة ويلعبون القمار من يربح منهم يأخذ البعير ويتصدق بيع الفقار المساكي لا يأخذون أبدا من القمار فائدة إلا أنهم يطعمون الفقار المساكين والحجاج أما قمار العالم اليوم قبل اليوم من أجل الحصول على المال هذا القمار لما ألفوه ما يشعر أحدهم حتى يقول تعالوا قامرك لما ألفوا الحرب بالله والعزة أو منات في آلهاتهم سنين وهم يحلفون ما يشعر حتى يقول تعال والعزة ما فعل فظاهر النبي سلم هذه الحال وآ فوضع لها علاجا حكيما فقال من حلف بالله فلي فليقل لا إله إلا الله ومن قال لأخي تعال أقامرك فليتصدق ومعنى هذا معاشر المستمعين أو المستمعات من يجري على لسانه كلمة والنبي أو الكعبة أو المصحف أو سيد كذا وهو ما يقصدها لكن آلفها واعتادها فأصبح تجري على لسانه بما يكفر لا إله إلا الله تمحوها قال والنبي وبعد ذلك شعر قال لا إله أو قل له أن تقول لا إله إلا الله ومن قال تعال نلعب القمار وهو ما هو قاصد لكن جار على لسانه لمدة طويلة كان ياتي القمار فليتصدق بصداقة لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم فأي ما صدق تجزي وتمحو ذلك الأثر والذي يقول يا حبيبي يا رسول الله هذا بهلول يا حبيبي يا رسول الله ماذا تريد من رسول الله إذن فليقول لا إله إلى الله وأتوب إلى الله قال هذا ولما ولما لما كان الكثير من الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين اليوم وقبل اليوم إنما وقع باسم التوسل والاستشفاع والتبرك لو تبحث عن الذين يحلفون يذبحون يعكفون يتقربون إلى الله بالقبوء لكان الجواب أننا نتوسل إلى الله ونستشفع فقط ما عبدناهم لذاتهم وهذا باطل ولا يصح نحن أؤمنا بالوسيلة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة مأمرون أن نتوسل إلى الله لأن سعادتنا بيده وشقانا بيده وحياتنا بيده كيف لا نتوسل إلى الله من ذا الذي يستغنى عن الله حتى لا يتوسل إليه كل مؤمن ومؤمن طول حياته توسل إلى الله يبقى كيف نتوسل إلى الله نتوسل إلى الله بفعل ما يحب وبترك ما يكره إذا بلغ كأن الله يحب الكلمة الفلانية تملقه بها ورددها على لسانك حتى يرضعك أو يقضي حاجة وما أكثر الوسائل التي نتوسل بها إلى الله ذو الحاجة الملهوف يتوضى ويقوم في بيته يصلي ركعتين ويسأل حاجته ذو الحاجة المكروب المغموم المهموم يصوم يوما لله وقبل الإفطار وعند قلوب الشمس يرفع كفه يسأل ربه يقضي حاجته يمشي على رجليه إلى بيت الله البعيد منه كذاميل تقرب من الله وتزلف ويقضي الله حاجته فما أكثر الوسائل عندنا ولكن مع الأسف توسلوا وسائل ما تنفع أغضبوا الله ويظنون أنهم يتوسلون إليه فهو يذبح لسيد عبد القاضي يقول نتوسل به إلى الله ونستشفع به أن تزلت قدمك هلكت بدبحك لغير الله إذن الذين يعتقدون أنهم يتوسلون ويستشفعون فيعبدون غير الله هؤلاء ضلال ما عارف الطريقة أبدا ولا سلكوا وعليهم أن يتعلموا قال وَلَمَّا كَانَ بطل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش مع المؤمنين ثلاثة وعشرين عام وإلى لا ما أذن لأحد أن يقبل رجل آخر أو يمسح جدار بيت أو كعبة ما أعطانا إلا ركنين فقط الحجر الأسود قبل إن استطعت وركن اليمان امسح بيده فقط ثلاثة وعشرين سنة وهو يشر ويقنن وتأتي أنت بعد رسوله وتقول أنا عندما أقول يا سيد فنان افعل كذا أنا أتبرك به وأستشفى له هذا كلام باطل قال ولما كان الكثير من الشرك الذي وقع فيه بعض المسلمين اليوم إنما وقع باسم التوسل والاستشفاع والتبرق وتحت شعارها فإننا نختم هذا الجزء من هذا البحث في عقيدة المؤمن ببيان كل من الوسيلة والتوسل والشفاعة والتشفع والبركة والتبرق تبيان الحق وهداية إليه معاشر المستمعين والمستمعات هذا هو التوحيد هذا هو مدلول لا إله إلا الله لا معبود بحق يعبد إلا الله كيف نعبد ربنا بما تعبدنا به نصلي ونصوم ونرابط ونجاهد ونذكره ونرفع كفنا إليه ونسأله ونتملقه بذكره هذه العبادات فمن صرف منها لغير الله شيئا فقد أشرك في عبادة ربه وهلك وتمزق وقلت لكم كثير من هذه الأمة في قرون مضت يعيش الرجل وهو من أهل القرآن وهو يتوسل ويستشعب غير الله ويذبح لغير الله بل عندنا مثال المسبح في يده يذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لما يشهو تسقط المسبح من يده يا سيدي لاحظتم هذه ولا لا المسبح في يده يذكر الله ولم يذكر سوى الله أبدا لا إله إلا الله لما تسقط المسبح من يده ماذا يفعل يا رسول الله أو يا سيدي فلا كنت أركب سيارة مع مومن وتقي وإذا به وهو قائد وانحرفت السيارة وخرج عن طريقه وهو يصح يا رسول الله يا رسول الله قطل لو ميت لهالكت هذا مليلا لما يقول يا رسول يسمع يعني وإذا سمعه ممكن يمد يده إليه مستحيلات هذه وهذا يا عبد القاد وهذا يا سيدي فلان والله منس ما هو السبب في هذا إنه الجهل هيا نزيل هذا الجهل ونبعده عنا العلم متوفر والعلماء متوفرون والكتب ملأت المكاتب ملأت الأرض هيا ما الطريق عرفتم ونسيتم وطريق أن أهل الحي في مدينتهم أهل القرية في قواهم يلتزمون في صدق ويتعاهدون لله أن يحظوا بيوته ولا يفارقونه من المغرب إلى العشاء يتعلمون كتابه السنة هذا هو الطريق وصلى الله على نبينا محمد وآل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن وقد انتهى بنباس إلى هذه المغطوة وهي الوسيلة فما هي الوسيلة قال المؤلف في بيان الوسيلة الوسيلة لغة أي في اللغة اسم مشتق من فعل هو واسل إليه بكما يسل وسيلة فهو واسل أي تقرب وراغب الوسيلة مشتق فعلها وسل يسل إليه كتوسل يتوسل إليه إذا تقرب وراغب منه في شيء وذلك إذا عمل عملا تقرب به إليه فلان توسل إلى فلان بمعنى عمل عملا تقرب به إليه كان آدى إليه هدية أو قام بعمل من أجله من أجل أن يحصل على رغبته منه إذا فلنتوسل والواسل بمعنى واحد فلان متوسل إلى الله فلان واسل إلى الله بمعنى واحد قال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الجاهل قال في لاميتي موجود هذه اللامية تسمى لامية أبي طالب جاء فيها قوله أرى الناس لا يدون ما قض أمرهم بلى كل بي دين إلى الله واسل كل بي دين إلى الله واسل أي متوسل إلى الله بدينه الذي يتعبد به ويتقاوم أرى الناس لا يدون ما قض أمرهم بلى كل ذي دين إلى الله واسل قال وتجمع الوسيل على وسائل وسيل ووسائل قال وشاهد ذلك كما في قول لبيل ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العواء والوسائل والشاهد من قول والوسائل